هنروح بقى لحلقتنا النهاردة وهنبتديها مع منتخبنا الوطني اللي بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق مواجهة صعبة أمام منتخب الكاميرون صاحب الأرض المواجهة إن شاء الله هتكون يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة منتخب مصر دخل البطولة بداية من مباراة كودفوار اللي احنا كسبناها بأداء مبهر منتخب مصر خات ثقة شفنا أداء رائع أمام منتخب المغرب وإحنا متأخرين بهدف قدرنا نرجع مرة تانية فيه ثقة كبيرة جدا فيه لعبي منتخب مصر فيه ثقة كبيرة جدا فيه الجهاز الفني دلوقتي فيه التفاف شعبي كبير من كل جماهير الكرة المصرية حول المنتخب الوطني مباراة صعبة أم مباراة صعبة منتخب الكاميرو منتخب محترم منتخب كبير بيلعب على أرضه وسط جمهوره لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في كل لعبي المنتخب الوطني إيه الأمور الصعبة اللي هتواجهنا أول حاجة غياب أحمد حجازي أحمد حجازي مدافع قوي بيمتاز بالطول النهاردة منتخب الكاميرون بيعتمد على العرضيات من ناحية المين فكان هيكون ليه دور كبير لكن عندنا ثقة كبيرة جدا فيه محمد عبد المنعم فيه الوينش وكمان فيه أيمن أشرف اللاعب دور المساك فيه المباراة السابقة دي أول حاجة تاني حاجة عندنا بكاري جسامة الحكم بكاري جسامة ليه مواقف كتير جدا مع الكرة المصرية طبعا هيكون ممكن يكون إجامل أصحاب الأرض لكن رسالتي للعب المنتخب مصر مش عايزين نرتكن للحكم كتير عايزين كل تركزنا وكل هدفنا في المباراة آه فيه إجهات كبير جدا بعد مباراة كودفور لعبنا مئة وعشرين دقيقة مباراة المغرب مئة وعشرين دقيقة هنروح نواجه منتخب مريح منتخب الكاميرون كسب جزر الكمر كسب جامبيا في التسعين دقيقة في عمر المباراة مش منتخب مجهد لعب قابلينا بيوم دي كلها في صالح منتخب الكاميرون لكن عندنا تحديات كبيرة عندنا أمال وعندنا طموح كبير إن المنتخب المصر إن شاء الله يقدر يفوز باللقب التامن زي بقول لحضراتكم آه مباراة صعبة لكن لعبة منتخب مصر رجالة زي احنا بنشوف نقدر نرجع في الأوقات الصعبة نقدر نتغلب إن شاء الله على الإجهاد البدني بالتركيز الزهني والزهني هنا مهم جدا اللي يدافع صح في المباراة دي هو اللي يقدر يفوز بالمباراة شفنا دفاعات منتخب مصر فيه مباراة كودفور وشفنا دفاعات منتخب مصر فيه مباراة المغرب هي اللي ادتنا الأفضلية إن احنا نقدر نكسب وقدرنا كمان وإحنا متأخرين أمام المغرب إن احنا نرجع علشان كده مستر كيروش بدأ يفهم المنتخب الوطني بشكل كبير بدأ يحط بصمته بدأ يكون فيه تحضير زهن كبير للمباراة القادمة وتمنى إن شاء الله في موراة الكاميرون كل التوفير لمنتخبنا الوطني